اهلا بكم وراء اخرى مشاهدينا وهذه فقرتنا الثالثة والاخيرة في هذه الحلقة تزايدت في الفترة الاخيرة ظاهرة الالحاد بين الشباب في الدول الاسلامية لا سيما دول المنطقة العربية التي تمر بمتغيرات سياسية واجتماعية كبيرة طبعا زي ما احنا عارفين في وقت بتكثر في مشاهد العنف والقتل وانتهاك حقوق الانسان على ان هي من تعليم الاسلام الحنيف مرصد الفتاوى بوزارة الاوقاف بيتابع الحالة دي وكمان مركز رتسي التابع لمعهد جلوبل وضع مؤشر للالحاد في كل دول العالم وقال ان مصر الوحدها فيها 866 ملحد حول هذا الموضوع يكون حوارنا مع ضيفنا في الستوديو المرحب بيه دكتور الامير وحفوظ امام مسجد سيد الحسين اهلا بك فان اهلا وسهلا فان دكتور في البداية كده يعني عايزين نعرف فكر الالحاد الذي انتشر في مصر اسبابه ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم اما بعد التضارب بين النظري والتطبيق كثيرا ما تكون سببا من اسباب نشر الالحاد في مصر وفي غير مصر فاذا قلنا مثلا في مسألة كثير من المسائل التي تطرح في الشريعة الاسلامية وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد هذا الامر فريضة كالحجاب مثلا فاذا بنا نجد ان هذا الامر غير منتشر في وساط الشباب فاذا بنا نجد شيء من الشيزوفرينيا فاذا نظرنا الى القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الحجاب وفرطية الحجاب ثم اذا بنا نجد هذا الامر تماما غير محترم فاذا نظرنا الى الشعوب مثلا وجدنا ان كل شعب تحترم العادات والتقاليد والاعراف الشعوب في اسيا وفي اوروبا وفي امريكا تحترم عاداتها واعرافها التي هي من خلق الشعوب نفسها فاذا نظرنا الى شعوبنا الاسلامية وجدنا ان الله سبحانه وتعالى وقد اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الشرائع ثم لا تحترم فيظهر الالحاب فهذا سبب اول وهناك اسبب كثيرة اخرى الاربع سنين اللي فاتوا يا دكتور كان في الحقيقة ويمكن اخر سنة كمان كان في فيديوهات بتنتشر على ناس بيدعوا انه هما بيكلموا باسم الاسلام وبيدعوا انه هما مسلمين وبيدعوا يعني جماعات كل جماعة كده مسمية نفسها اسم نعم بتصورفوا تصرفات طبعا يعني ملاهاش اي علاقة بالانسانية مش هقول بالاسلام ملاهاش اي علاقة زي الدبح وقطع الرؤوس واللي مش عارف جهاد نكاح وكلام اللي هما بيعملوا وده يقولون ده اسلام ده يا فندم الفيديوهات دي مش بنشوفها احنا بس كمان بيشوفها ناس تانية كتير بتبقى يعني حتى هما مش مسلمين يخلقوا لديهم رد فعلا وانطباع عن الاسلام ان هذا هو الاسلام ويكون انطباع خاطئ ومعرفة خاطئة فهي اسوأ دعوة سؤالي هنا تأثير ده تأثير ده يا فندم على المسلم على الشباب اللي هما اصلا موجودين هنا في مصر المسلمين لما يشوفوا حاجة زي دي وهم في سن مثلا خبستاشر ستاشر سبعتاشر لحد خمسة وعشر سنة بيتأثروا تأثير سلبي على الحاجة دي الأدوار اللي المفروض تكون موجودة على العلماء زي حضرتكم ايه اولا الدور ليس على العلماء حضرتك يعني هذا تخطي مؤسسات اخرى قبل العلماء مؤسسات زي ايه كمؤسسة للأسرة المؤسسة التعليمية الأسرة بتقولك ايه ما بيعرفوش دلوقتي يحطوا رقابة على الانترنت الموبايل في ايد الاطفال حتى الصغيرين كله هيعملوا ايه يعني اين مصاحبة الاب لابنائه اين مصاحبة الام لبناتها هذه ونقطة اساسية يا فندم ثم الأسرة ليست فقط طعام وشراب وكساء وانما توجيه وارشاد ومعايشة ونعرف الشاب كيف يفكر اذا لم يعرف الوالدين تفكير الشباب والابناء فلا يستحق ان يكون والدين كلام ده ظهر ليه بشكل كبير في الثلاث سنين اللي فات ولكن ليس هناك رصد بما يكفي والرصد في دار الافتاء يعني هذا امر حديث وهو من قرابة عام بدأ المرصد يمارس اعماله ولكن هذا الامر كان موجودا وليست ظاهرة يعني هذه ظهور عدد من الملحدين ليس ظاهرة ولا يمثل خطرا حقيقيا في المجتمع 866 عدد غير قليل 866 هذا عدد غير هكشاف مش كتير يعني بالنسبة للشعب هذا لا يمثل خطرا بس تم تسليط الدق عليهم بشكل كبير جدا وبيطلعوا يتكلموا بتبجح شديد احكي لحضرتك تقربة شخصية اتفتح اجا اني شاب يقول انا حقيت البيت الحرام واعتمرت البيت الحرام ولكن لا اشعر بوجود الله فهذا شاب لا استطيع ان اقول ملحد ولكن اقول شاب يريد من يأخذ بيده الى الحقيقة او الى برهان الايمان بالله سبحانه وتعالى الى الدليل الايمان بالله وهذا امر يستطيع هذا الشاب ان يصل الى هذا البرهان من خلال حوار بسيط بينه وبين والدي او حوار بسيط بينه وبين من يطمئن اليه ويركن اليه او بينه وبين عالم يطمئنه الى علمه فجاء اني فمن خلال حوار بسيط لم يستغرق اكثر من نصف ساعة خرج الشاب من عندي وهو في تمام الطمئنينة واليقين ان الله موجود ولو لم تره العيون وهذه هي الازمة التي قد يعانيها بعض الشباب يظنون ان ما لا تراه العيون وما لا يقع تحت الحس ينكر وهذا خطأ مش الشباب يفندم ده في مواقع على الانترنت ومع ليش بقى احنا بنقول الكلام ده لان كتير من الشباب بيقولوا البعض واحنا مش عايزين الظاهرة دي تنتشر فبيقولوا بقى المواقع دي بتقنع الشاب بطرق معينة ان ما فيش حاجة اسمها دين وما فيش حاجة اسمها بعث بعد الموت وما فيش الكلام ده ده كانوا بيتحكوا عليكم المواقع دي بتقنعهم باشكال عندهم كانية تكنولوجية عندهم فيديوهات عندهم ناس بتتكلم بطلاقة لسان غريبة الشكل الولاد والبنات دول بيدخلوا على المواقع دي ده فيه فاندم يعني مطبوعات كمان مطبوعات فالتصاد دي ده تكنولوجيا ازاي يعني فين فين التكنولوجيا عندنا في النقطة دي اين رصد وزارة الداخلية اولا لان الحكومة مسؤولة عن ضبط عقائد الناس فعندنا في مصر العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية مظبوط تمام فاين دور وزارة الداخلية من رصد هذه المواقع اولا ثانيا اين دور المواقع الاخرى التي تدعو الى الامان بالله من خلال العقائد السليمة التي هي مستقرة في مجتمعنا العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية ثانيا ثالثا اين الرد على الشبهات هذه وتصحيح هذه المفاهيم من الممكن بسهولة ان نرصد هذه المواقع ثم نقوم برد فعل مباشر لهذه المواقع وندفعها وندحظها ولكن اين هذه المواقع بالضبط ثم ماذا تقول هذه المواقع وماذا تقدم من مادة علمية الرد المضاد بتاع حضراتكم كعلماء في الدين البعض بيقول ان الخطاب الآن او الطريقة هي طريقة ارشادات وتعليمات لا يتقبلها الشباب في هذه الايام هل من الممكن ان يكون فيه مبادرة للتغيير طريقة الخطاب قليلا تكون مناسبة مع الوقت اللي احنا فيه وتكون مناسبة كمان مع عقل الشباب اللي في السن الحارجة دي بالطبع تجديد الخطاب الديني امر مفروغ منه ولكن اين الداعي المستنير محمد عبدو فعندنا العديد من الدعاء الذين يحفظون القرآن ويحفظون الحديث ولكن لا يجيدون عرض هذا القرآن ولا عرض هذا الحديث القضية عادلة ولكن ليس لديها المحامي الكفء الذي يستطيع ان يروج لها الداعية المستنير احنا ما عندناش دعيم يعني عفوا لا هناك دعاء الحمد لله رم العالمين تعج في شرق البلاد وغربها ولكن قد يكون داعية يمتلئ علما ولكن لا يجيد عرض هذه المعلومة او هذا العلم عرضا صحيحا استريرا ما يعرفش يشرح هو بيبقى عنده المعلومات بس مش عارف يشرح يحفظه هو جراب علم ولكن لا يستطيع عرضه لازم في حد يساعده تمام هذه الاليات تحتاج الى بصيرة تحتاج الى ان يتجدد مع فهم هذه النصوص التي يحفظها يعني انا اتذكر هذه الجراءة التي كان عليها الامام محمد عبدو منذ اكثر من مئة عام هذه الجراءة التي رأينا من خلالها عالما يصدم المجتمع المصري ويأتي بنظرية وان كان مخطئا فيها داروين هذه النظرية نظرية النشوء والارتقاء التي قال بها الامام محمد عبدو في بعض الرسائل التي اخرجها واللفها وهو كان مخطئا فيها ولكن ادركنا مدى مواكبة هذا العالم وذلك الداعية لعصره للفكر الذي يجول في عصره فقلنا لكم كنا نتمنى ان نواكب عصرنا كما واكب الامام محمد عبدو من مئة عام عصره الآن نحن عندنا ما يسمى بالاعجاز العلمي وعندنا كذلك ما يسمى بالموازنة بين الدين والعلم فليس هناك العلم هنا العلم الطبيعي وان هذه الموازنة وان ادعى البعض ان الدين لا يدعو الى العلم او هناك صدام ما بين العلم والدين فهذا من الخلل الذي قد يقع في عقول بعض الشباب كويس هنقول لحضرتك حاجة طبعا فيه الناس كتير جدا كانت بتقول زي محضرتك بتقول كده بس فيه عكس ان طبعا ازاي ما يبقى فيه تضطمة بين الدين والعلم والاتنين في الآخر واذا قرأنا الدكتور مصطفى محمود هنعرف الاتنين بيصبوا جوا بعض ومش مصطفى محمود بس بس يمكن الدكتور مصطفى محمود رحمه الله هو ابرزهم من ربط الدين بالعلم بشكل مبسط ورائع وفهمنا حاجات كتير الاعلام يا فندي انا مش هقول قد ايه حصل في السنوات اللي فات التشويه لصورة الاسلام خلق الكثيرون يتضايقوا من تعليم الاسلام ويقولوا لا طالما تعليم الاسلام كده واحنا مش هناخد او مش هنلتزم بهذا الدين طبعا الناس دي شويت واكيد هتحاسب على ده مش هتكلم في اللفات بس هتكلم في دور الاعلام في اللي جاي حضرتك كان فيه دلوقتي ناس بتنتقد بعض المسلسلات خصوصا اللي بتيجي في رمضان وبتقول ان هي بتطلع نماذج مش كويسة للشباب نعم ونفس الناس دي انتقدت لما عملوا مسلسل عمر بن الخطاب حضرك شايف ده ازاي تتحدثين عن دور الاعلام الاعلام سلاح ذو حدين قد يبني وقد يهدم ولكن الاشكالية ان هدم الاعلام هدم مؤثر غاية التأثير في المجتمع وحينما يبني بناءا ينتظر وقت له وقت عند البناء تمام فالاعلام مؤثر ودوره واضح ولكن اين هذا الاعلام الذي يحمل المفهوم الصحيح للدين المستنير ليجيد عربه على المجتمع فالمسألة تحتاج الى دراسة ودراسة متأمية بتقول عندما عرض هذا المسلسل الناس كتير قالت انتو ازاي تعملوا مسلسل عن عمر بن الخطاب مع ان في وجهات نظر اخرى بتقول انا عشان علم طفل صغير مين هو عمر بن الخطاب بدل ما مسك له ورقة وعده قراله ده عمر بن الخطاب فلانو فلانو عمل كذا كذا كمان وري له صورة قدامه عشان يقتنع ويقتدي طيب يعني لما يكون للازهر الشريف وهو المرجعية عندنا رأي في تمثيل الانبياء والصحابة والخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة فلا بد ان يحترم طيب فهذا الرأي هو رأي الازهر الشريف في تمثيل تمثيل الصحابة الذين لهم معايشة تامى لرسول الله خاصة سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين ثاني الخلفاء الراشدين والفاروق والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدث أي ملهم كان عمر لأن القرآن كان ينزل وفق رأيه رضي الله عنه فيمثل كما يمثل ولكن لماذا نجعل له صورة حضرتك معترض على صورة ممثل بس حضرتك مش معترض على أن فيه بقى فيه مسلسل بيحكي قسر لا 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 اعترض تماما الدراما اصلا عندي الطفل يقتدي بعمر ابن الخطاب أحسن ميروخ يقتدي بأمير داعش اللي طول النهار هارينا فيديوهات على الفيسبوك عفوا الدراما وسيلة ومعرفية محترمة ونحن شاهدنا مسلسل عمر ابن عبدالعزيز من سنوات من سنوات وبل كنا نتابع هذا المسلسل بشغف صحيح كبير صحيح وهذا أمر تعلمنا منه وندعو إليه ولكن لا يظهر سيدنا عمر ابن الخطاب في صورته وإنما ليكون هناك لعب من خلال السينما حتى لا يظهر في صورة مشخصة جسدة هذا أولا ثانيا حينما يعرض الإعلام في الدراما الشخصيات الملحدة مثلا لماذا يجعل عليها إسقاط كبير وكأنها قدوة وكأنها قدوة من الممكن أن تجسد هذه الشخصية ولكن على سبيل أنها شخصية تحتاج إلى توجيب تحتاج إلى تقويم تحتاج إلى إرشاد تمام أما أن يظهر بطل ما خلهوش بطل هكذا فهذا قد يوهم يوهم المشاهد خلاف المقصود من الدراما نفسها حدثك عندك حق طبعا هو تسليط الدوء يعني فيه ناس كتير حتى اعترضت على استضافتنا كإعلاميين لبعض الشباب الملحد وعلى شان يعني قالوا أن هو موضوع ملهوش هذه الأهمية علشان نلقي الدوء عليه هو البعض شخصه كمرض نفسي كمان الأسرة زي ما الدكتور الأمير قال الأسرة مهمة جدا يا جماعة ناخد بالنا جدا وإحنا بنكلم ولادنا ما نكلمهمش بالعنف اللي دي ما لهوش علاقة بالعنف نكلمهم بالراحة نفهمهم نقنعهم الطفل الصغير بيفكر مع نفسه وبيحب إنه هو يفهم كل حاجة ما تعملوش على إنه مش فاهم الطفل بيبقى فاهم كل حاجة المدرسة ياريت ناخد بالنا من الحكاية دي إحنا مش عايزين صناع دراما صناع الأفلام والمسلسلات ياخدوا بالهم جدا من النقطة دي ويهتموا إحنا يعني مش عايزين الموضوع ينتشر بهذا الشكل عايزين شبابنا يعيشوا فيه سلام ويعرفوا إن ديننا هو دين سلام ودين رحمة مش زي ما الناس دي بتقول والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه طرفين قيض فكان يأتيه المتشدد دينيا وكان يأتيه كذلك المنحل صحيح لقيا والملحد هذا لم يظهر في عهد رسول الله صلى الله وسلم فكان نبيه يعالج هذا ويعالج ذاك فإذا بنا نجد هذا التوازن في دعوة رسول الله وهذا التوازن فعلا هذه الكلمة المهمة جدا لحضرتك يعني الحقيقة التهلنا وإحنا بالنادي بها دكتور يعني هو طبعا الموضوع مش حينتهي دلوقت وكذا يكون لنا لقاءات أخرى لمناقشة هذا الموضوع لأنه من الحاجات اللي احنا بنالمسها في الشرع المصري وعايزين إن شاء الله قريبا جدا نقطة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا في النهاية الدكتور الأمير محفوظ إمام مسجد سيدنا حسين شكرا جزيلا مشاهدينا دي كانت آخر فقرة معنا النهاردة في حلقتنا وإن شاء الله هشوفكم يوم السبت في تمام العشرة صباحا فكونوا على موعد صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا